موسيقى تحية طيبة لكم مشاهديا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الإخبارية ريندينك صحى عيدكم وكل عام وأنتم بخير تشهد الأمة العربية والإسلامية اليوم عيد الفطر بعد تمام شهر رمضان وكان من الطبيعي أن يتصدر هاشتاك عيد الفطر أو عيدكم مبارك بالعربية واللاتينية الترند عبر مختلف المواقع والمنصات رواد المواقع تمنوا عيدا سعيدا لكل الشعوب العربية والإسلامية آملين أن يعود على كل الأمة باليمن والخير والبركة وأن يعيده الله علينا في ظروف وحال أفضل وأن يرفع الله الوباء عن البشرية جمعاء كما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يغفل عن قضايا الأمة وما تعيشه القضية الفلسطينية هذه الأيام راجنا من المولى عز وجل أن يخفف عنهم المعاناة وهولى الاحتلال وفي نفس السياق أيضا مشاهدي الأكاري والأكيد أن وزارة الصحة أصدرت بيانا بهذه المناسبة دعت فيه الوزارة وعبر بيان تم نشره عبر صفحات والمواقع دعت من خلاله الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ كامل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر في ظل الارتفاع المعتبر لحالة الإصابة بفيروس كورونا المتحور وهذا الأمر يستدعي حسب الوزارة ضرورة احترام المواطنين للتوصيات المتعلقة بتدابير الوقاية وتجنب الخطر هذا هو البيان وتجنب الخطر الذي يمكن أن يتعلق بصحته وصحة الأسرة والمجتمع عامة كما نشرت الوزارة عدد من الإجراءات منها الحد من التنقلات خارج الولايات والحد من الزيارات العائلية خاصة لكبار السن بالإضافة إلى كل الإجراءات التي تعود عليها المواطن الجزائري بهدف نشر مزيد من الوعي بين المواطنين كما جاء في هذا البيان وهذا البيان تم تداوله بكثرة عبر المواقع والمنصات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى موضوع آخر المشاهد الكارم وإلى القضية الفلسطينية وما تصنعه من حالة تعاطف وتضامن كبيرين على المستوى العربي والإسلامي القضية الفلسطينية بعيون الجزائريين من غزة إلى الضفة وإلى فلسطين حازت وتربعت على اهتمام الجزائريين هذه الأيام عبر جل الصفحات والمنصات تفاعل كبير من الوسوم والهاشتاكات التي أطلقها الفلسطينيون فقد سجل موقع تويتر مثلا تفاعلا بالملايين من طرف الجزائريين مع بعض الوسوم والهاشتاكات على غرار غزة تحت القصف وفلسطين تنتفق كما بدر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائري لابتكار وسوم خاصة بهم ونشرها والدعوة إلى مشاركتها فلاقت رواجا كبيرا وتفاعلا من مختلف دول العالم كما عمل أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تثبيت فؤاد الفلسطينيين بتشبيه ما يعيشونه هذه الأيام بما برت به الجزائر من خلال احتلال زاد عن 130 عامة فكان النصر والاستقلال في نهاية الأمر فكانت تقريبا كل التغريدات وجلها في هذا السياق وهذه بعض منها الحال في الجزائر كان أبشع من حال فلسطين الاستيطان الفرنسي إلى التجارب النووية إلى إحراق القرى بأكملها وبأهلها نفي عدة جزائريين مراكز التعذيب التي ما زالت شاهدة إلى يومنا هذا مجازر الثامن ماي إلى آخره لكي يعرف الفلسطينيون بالرغم من بشاعة الاستعمار إلا أنه تحررنا بوحدة الصف والهدف منهم من قال لابد للمسلم وخصوصا إخوتنا في غزة أن يكونوا على يقين بأن الله ينصر الحق مهما طال الأمد وما عليهم إلا بالإيمان به والاستمرار في الكفاح ضد الكيان المحتل وحماية كل ما يمثلهم أو يعني يحميهم من التهويد ولكم في ثورة الجزائرية خير مثال منهم من علق أيضا كنا نظن أن الاحتلال استطاع أن يزرع في أبناء القدس القهر والإحباط لكن أجيالها الشابة زرعت فينا الأمل واليوم الذي أرادت فيه إسرائيل أن تحتفل بيوم توحيد القدس أثبت المقدسيون أن نضم المدينة بعيدا عن أعيني الإحتلال ونبقى دائما مع القضية الفلسطينية اعتراف تاريخي هكذا نشرت صحيفة الجاردين البريطانية فيما تعلق بوعد بيلفور إذ اعتبرت الصحيفة البريطانية أن دعمها لمشروع وعد بيلفور في إنشاء دولة لليهود على أرض فلسطين المحتلة كان من بين أسوأ أخطائها المهنية طيلة قرنين من الزمن ومنذ تأسيسها الصحيفة نشرت هذا التقرير عبر صفحاتها وهي تحتفل بمرور 200 سنة عن صدور أول عدد لها إذ نشرت هذا المقالة الطويل وهي تتحدث عن ملابسات دعمها لوعد بيلفور الذي كان بتاريخ السابع ماي من عام سبعة عشر تسعمائة وعال ألف وعادت الصحيفة أنذاك إلى رئيس تحريرها الذي كان في ذلك الوقت الذي كان يهوديا وأعماه تعصبه أقول عن حقوق الفلسطينيين لتختتم الصحيفة مقالها هذا بأن دولة الاحتلال اليوم تعد من أخطر أشكال الكيانات في العالم هذا الاعتراف تفاعل معه رواد مواقع التواضي استماعي فمنهم من قال وعد بيلفور وعد من لا يملك لمن لا يستحق ومنهم من قال الجارديان تصف وعد بيلفور بأنه من أسوأ السقطات في تاريخ بريطانيا الحديث منهم من غرد عن هذا الموضوع أيضا قال المملكة المتحدة هي سبب نكبة الشعب الفلسطيني وتتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما جار للشعب الفلسطيني منذ ثلاثينيات القرن الماضي ما نعانيه اليوم هو بسبب وعد بيلفور المشؤوم الذي منح من لا يملك لمن لا يستحق ونبقى دائما في سياق القضية الفلسطينية والأكيد وبمناسبة عيد الفطر أكيد أن الجزائر تتلقى العديد من التهاني والتبركات من مختلف دول العالم الشقيق والصديق غير أنه حتى الجزائر هي بدورها أيضا تبارك لكثير من الدول الإسلامية والعربي بهذه المناسبة غير أن سفارة دولة إسبانيا بالجزائر صنعت الإستثناء هذه المرة من خلال تهنئتها للجزائر بطريقة خاصة فقد أردفت مع بطاقة التهنئة أو نصها كما تشاهدون في الصورة صورة لمسجد القبة الصخراء في موقف مشرف يتماشى ويتماهى مع موقف الجزائر من القضية الفلسطينية هذا التميز من دولة إسبانيا تفاعل معه رواد المواقع التواصل الاجتماعي أيضا وعلقوا عليه قائلين الحمد لله وحده فطرة أسلافهم الأندلسيين السليمة لا زالت بأنفسهم شكرا لك إسبانيا ومنهم من علق الله منصرهم وثبت أقدامهم واحفظهم وأيضا في تغريدة أخرى حول هذا الموضوع من كان يبغي ودنا فعلى السلامة والرحب إلى الرياضة وإلى محرز وما يصنعه مع فريقه مونشستر سيتي إذ تم ترسيم تتويج نادي مونشستر سيتي بلقب الدور الإنجليزي الممتاز بعد خسارة صاحب الصف الثاني مونشستر يونيتد أمام الضيف لستير سيتي بثنائية مقابل صفر ليتم الإعلان رسميا عن تتويج محرز وفريقه بلقب البطولة لهذا الموسم ويعتبر هذا التتويج هو الثالث في مشوار اللعب الجزائري هذا التتويج الأكيد تفاعل معه محب النجم الجزائري رياض محرز مباركين له بهذا الإنجاز ريم تقول مليون مبروك لابن الصحراء وأيضا منهم من قال ألف مليون مبروك لمحرز بهذا التتويج مبروك ويلد بلادي هذا الإنجاز بالتوفيق لك في النادي نتمنى لك أعوام جميلة مع مونشستر إلى صورة العدد هذه الصورة مشاهدي الأكارم وعلى الرغم من الوجع والأمل التي تحمله هذه الصورة غير أن من واجبنا أن نقف معها حتى نظهر للعالم ما يعانيه الفلسطينيون هذا الوجع الكبير في هذه الصورة هذا الطفل الذي لم يعد العشر سنوات من عمره استشهد في فلسطين أو في غزة تحت قصف الاحتلال ليشهد العالم عن بشاعة دولة الاحتلال فرحم الله هذا الطفل وكل شهداء فلسطين والسر في الصورة هي هذه الابتسامة التي تساءل عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا فرحمة الله عليه بهذه الصورة مشاهدي الأكارم نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم نلقاكم في الحدد المقبل السلام عليكم اشتركوا في القناة